بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الفقهاء لازلنا نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى مع نشأة الفقه الإسلامي وأن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يبلغ عن الله جل في علاه وأن أحكاما شرعية كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلا سبب يعني ينزلها الله تعالى دون أن تكون هناك واقعة ما كفرض الصلاة كفرض الصيام كفرض الزكاة كفرض الحج كالأمر ببر الوالدين الإحسان إلى الجيران كتحريم الخمر كتحريم الربا كتحريم الزنا كتحريم السرقة إلى غير ذلك هناك أحكام شرعية كما قلت كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلا سبب وقلت أيضا أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر مرات حينما يوجه إليه سؤال حتى ينزل الوحي عليه كان ينتظر عليه الصلاة والسلام وكانت هناك أحكام شرعية يعني تتنزل بسبب واقعة من الوقائع وقد أشرت من قبل قصة خولة بنت سعلبا لما ظهر منها زوجها وأن نبيه صلى الله عليه وسلم قال ما أراك إلا قد حرمتي عليه وهناك في الحقيقة أمثلة ونماذج كثيرة لذلك النوع من الأحكام الشرعية يعني على سبيل المثال أن رجلا كان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة اسمه مرسد ابن أبي مرسد الغنوي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان فتيا قويا عفيا شابا وقد تعلقت به امرأة من مكة اسمها عناق فأرادته أن يتزوج بها فمن فرط أدبه وفي الحقيقة الإسلام يعني لم يغير النفوس فقط بل غير القلوب غير العقول طريقة التفكير وضع للمسلم حدودا فتح للمسلم آفاقا وضع له حدود لا يتجاوزها هي حدود الله سبحانه وتعالى فتح له آفاقا من الفهم والعلم والوعي فمرسد وهو شاب وهذه امرأة جميلة تعلقت به تريده تريده زوجا فقال لا حتى أستأذن رسول الله أنا مسلم وأنت مشركة فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزلت آيات آية في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم والآية في الحقيقة الكريمة وذلك التوجيه أحبتي يعني فيه توجيه لنا كأوصياء كأولياء كآباء كإخوان أن نختار لبناتنا وأن نختار لأبنائنا أن نختار أصحاب الدين أصحاب الأخلاق أصحاب العفة وأن ندخل بيوتا يعني ملتزمة بالأخلاق ملتزمة بالدين ملتزمة بالقيم التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم بل أن يتحلى بها حتى كل إنسان أن يتحلى بقيم وأخلاق من أمانة من عفة من التزام معرفة حقوق الآخرين ولذلك لا تغريني كثرة أموال لأدفع بفلزة كبدي لعربيد سكير لكونه غنيا لكونه يعني صاحب جاغ أو سلطة أو مال أو قبيلة إلى غير ذلك من المواصفات التي يلهس خلفها بعض الناس فده كان نموذج من ضمن النمازج أن آية تنزل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أيضا من ضمن الأمثلة التي يعني وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه سؤال جاءت إليه مظلمة من زوجة سعد بن الربيع سعد بن الربيع من أهل المدينة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه أرضاه سعد بن الربيع أنصاري كما قلت وشارك في غزوة أحد ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه أرضاه ويعني موته وشهادته فيها عبرة ينبغي أن نتعلمها كمسلمين قبل أن أجيب على يعني على ذلك السؤال الذي ودها لنبي صلى الله عليه وسلم من زوجته سعد بن الربيع لما قاتل في أحد ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه أرضاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يبعث بأصحابه ويتفقد هو بنفسه أحوال الشهداء الجرحة الأشلاء التي تطايرت وقطعت وبترت وكان نبي صلى الله عليه وسلم يعني حزينا لما حل بأصحابه في غزوة أحد ويعني الذي حل بهم كان بسببهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير يعني الذي حل بكم بسبب مخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب نزول الرمى وعدم التزامهم بالسبات على موقفهم بقيادة عبد الله بن جبيل لما خلفوا أمر يعني أميرهم ونزلوا ليجمعوا الغنائم ظنا منهم أن المعركة قد انتهت لأن يد المسلمين كانت عليا في الجولة الأولى من تلك الغزوة لكن انقلب الأمر بسبب ما حدث من خالد بن الوليد وكان لازال مشركا في غزوة أحد والتي كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يأتني بخبر سعد بن ربيع فذهب بعض الصحابة ربما كان أبا قتادة أو غيره فأخذ ينادي يا سعد بن الربيع أأنت في الأحياء أم في الأموات يا سعد بن الربيع فوجد يعني يدا ترتفع أهكذا تشير إليه فنظر إليه يا سعد بن الربيع أنت في الأحياء أم في الأموات قال أنا في الأحياء لكن وجده يعني مدرجا في دمائه ووجد شجاجا وجروحا كثيرة ودماءا تسيل وتنزف من بدنه وبينه وبين الموت لحظات فقال له أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام صلى الله عليه وآله وسلم وقل له يا رسول الله وانتبهوا هنا أحبتي انتبهوا الرجل بدنه مليء بالجراح والشجاج دماء تنزف رجل مشرف على الموت من أجل الدين والإسلام أقرئ رسول الله من السلام وقل له يا رسول الله جزاك الله تعالى عنا خير الجزاء وقل للمسلمين من خلفك قل للمسلمين يعني لا عزر لكم عند الله إن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أزن وفيكم عين تطرف فيكم رمق من حياة عين تطرف يعني لآخر رمق فيكم لآخر نفس تتنفسونه دافعوا عن حبيبكم ودافعوا عن إسلامكم وعن إيمانكم ثم فاضت روحه الطاهرة ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبدون شك وصلت الرسالة للنبي ودعا وترحم على سعد وعلى غيره من الصحابة الشهداء وغيرهم فجاءت امرأة سعد بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن سعد قد كان معك في أحد وقتل مع من قتل وترك مالا وترك ابنتين وجاء أخو شقيقه فأخذ المال ولم يدع لابنتين سعد مالا ولن تتزوج إلا بمال من اللي حيقبل على بنت ليس لديها شيء من المال لن تتزوج لأن بعض الناس يرغبون في صاحبة المال لمالها لكن فالصفر بذات الدين تريبت يدك فكان من عادة العرب أن العربي يبحث عن السرية عن صاحبة الشرف والنسب والحسب ودي كانت عادات موجودة فمن وجهة نظر امرأة سعد بن الربيع أن الفتاتين لن تتزوج بدون مال فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر لم يجب كعادته عليه الصلاة والسلام وقلت من قبل أنه حتى لو اتهد اجتهادا بشريا بعد المشاورة كان القرآن ينزل للتعديل والتصويب وقلت يعني ضربته مثالين على ذلك من قبل لما أزن نبي صلى الله عليه وسلم للمخلفين من المنافقين في غزوة تبوك نزل قول الله عفى الله عنك لما أزنت لهم ولما قبل الفداء في أسرى بدر مال لرأي أبي بكر بعد أن استشار أصحابه نزل قول الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يعني الله تعالى كان يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الاتهاد البشري بعدما يشاور أصحابه فلما شكت زوجة سعد بن الربيع ما حدث من شقيقه من أخيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فنزل نزل القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق أسنتين فلهن سلسى ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولت إلى نهاية الآيات الكريمات في سورة النساء والآيات التي تناولت أمر المواريس في سورة النساء تقريبا سلاسة أو أربع آيات هما سلاسة أو أربعة يعني الكلام ليس الشك مني لكن بالفعل سلاسة أو أربع آيات في سورة النساء تناولت أمر المواريس بجانب أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم على رأسها الحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر وهذا الحديث في الحقيقة أجاب على أسئلة كثيرة يعني تحتاج إلى شرح وتفصيل ربما إن شاء الله نعرجه عن الجوانب الإعجازية في فقه المواريس والحكمة من تلك التقسيم الرائعة التي يعني فضت مشاكل كثيرة ووضعت الأمور في نصابها وبالتالي قسمت تركة سعد بن ربيع انتزعت من شقيقه يعني وتم دفع سلوسي التركة للفتاتين والثمن للزوجة وما تبقى لشقيق سعد بن الربيع وده حل تلك المسألة من مسائل المواريس والعبرة كما يقول علماء الأصول يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ليست لمرسد الغنوي فقط بل لنا جميعا لنا جميعا يعني بعض شبابنا بعض أبنائنا الذين يسافرون إلى الشرق وإلى الغرب وإلى روسيا ويفتن بصاحبة البشرة البيضاء والشعر الأصفر أو البشرة الشقراء إلى غير ذلك والعيون الزرخاء يفتن دون أن يسأل ربما كانت ملحدة لا تعترف بدين على الإطلاق صاحبة مذهب فكري معين لا يمت لأي ديانة ربما لم تكن محصنة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولذلك إذا رغب مسلم في أن يتزوج غير مسلمة يشترط أن تكون كتابية كتابية يعني من صاحبة دين له كتاب أن تكون نصرانية أو يهودية وأيضاً اشترطوا أن لا تكون حربية أن لا تكون جسوسة علينا كمسلمين وكما قال القرآن الكريم يشترطوا أن تكون محصنة يعني أولاً تؤمنوا بكتاب بتوراء أو إنجيل بنبي أن تكون محصنة عفيفة ليست منحرفة أكرمكم الله ألا تكون حربية والاقتران بالمسلمة بدون شك أو لا لأن الاقتران بغير مسلمة يصيب مسلمة بالعنوسة والبوار وربما يعني لو كان أصحاب الفضل من الناس أصحاب الحظ ويفعلون ذلك الأمر لأخروا غيرهم ولذلك سيدنا عمر لم يمنع ذلك الأمر لم يحرمه لما أمر حزيفة بن اليمان أن يطلق فتاة تزوجها من بنات بن الأصفر من الروم لم يقل هو حرام لا إنما قال أخشى أن تفتن بنات المسلمين وأن تغري أبناء المسلمين في أن يحذو حذوك وده في الحقيقة من الفقه والفهم من الفقه والفهم وهذه تسمى سياسة شرعية وولي الأمر مسؤول مسؤولية تامة لا عن توفير الكساء والغذاء لا إنما مسؤول أيضا عن عفة شباب وفتيات الدولة الأمة هو مسؤول عن تلك العفة إن رأى أبواب شر تهدد عفاف بناتنا يعني التزام أبنائنا تحاول أن تجرجرهم لطريق فيه انحراف وفيه مجون أن يأخذ على أيدي هؤلاء العابسين الذين يريدون عنة وشقاء لأبناء المسلمين يريدون ترديا أخلاقيا للمجتمع وأسوأ ضربة تضربها أمة أن تسوء أخلاق وأبنائها أن تسوء أن يفلت الزمام هنا لن تجد عفة لن تجد وفاء ستجد خيانة غدرا اختلاط أنساب أمراضا فتاكة تعصف ده مجرد محبة إشاعة الفاحشة الله تعالى توعد من يفعل ذلك يحب وهو عمل قلبي بعذاب أليم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني يعلم عاقبة ذلك التصرف محبة الفاحشة ولذلك أمرنا وده من أضعف الإيمان أن نكره ذلك بقلوبنا إن استطعنا أن نغير منكرا وكان بإمكاننا أن نفعل ذلك في من يعني لنا عليهم ولاية فلنفعل بأيدينا وإلا باللسان وإلا بالقلب وذلك أضعف الإيمان لمحاصرة الشر ولمحاصرة المنكر ومن كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بمعروف بمعروف أي بما تعارف عليه الناس ألا يترتب ضرر على أمره أو نهيه يفوق ذلك المنكر وألا يترتب أمره بالمعروف على ضرر يلحقه أو حتى يلحق بالآخرين دون تشهير ودون تجريح فنزلت الآيات الكريمات التي كان فيها تقسيم لأترك بصورة شرعية كما يعني نص على ذلك القرآن الكريم في صورة النساء في آيات المواريس والسنة النبوية المطهرة أيضا يعني كان فيها حظ وافر من تلك النمازج لأجوبة أجابها صلى الله عليه وسلم بسبب سؤال وجهة إليه أسئلة كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة والحديث في الصحيح قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ولا يكون معنا من الماء العزب إلا القليل ماء قليل يعني ننتفع به للشرب فلو توضأنا به يعني لفنيا ونفد أفنتوضأ من ماء البحر المالح فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته طهور ماءه يعني آه يجوز لكم أن تتوضأوا بماء البحر وميتته حلال أضاف أمرا آخر صلى الله عليه وسلم نعم لنا دمان حلالان وميتتان حلالان الدمان الحلالان الكبد والطحال للبهائم التي تزبح من أغنام من أبقار من إبل إلى غير ذلك وميتتان حلالان السمك والجراد ما لم يصل عطب أو عفن إلى يعني الميتتين فالسمك إحنا بنشتريه وهو ميت ليس يعني حيا في الغالب يعني فالسمك الميت حلال ميتتان حلالان ودمان حلالان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته أي ميتت ذلك البحر أو ميتة البحر أيضا حلال يعني كما أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحل ميتته والطهور ماءه أيضا مما تميزت به فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم بجانب ما أشرت مسألة التدرج والتدرج يعني كما لا يخفى على يعني مخطط المناهج التربوية يعني منهج يعني تقوم عليه المؤسسات التربوية والتعليمية ويقينا منهج الطالب أو التلميذ في مرحلة الروضة يختلف عن المرحلة الابتدائية المنهج الدراسي يختلف في المرحلة الإعدادية عن المرحلة السنوية المرحلة الجامعية عن الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وهكذا يترقى ذلك المنهج ومعلوم أحبتي أن البيئة العربية قد تجزر فيها يعني سجود لوسن تجزر فيها إدمان لخمر تجزرت فيها عنصرية بغيضة مقيتة تجزرت فيها مسألة الغيرة والحمية والأنفة الجاهلية والتعصب للقبيلة والعشيرة تجزرت تلك الأمور في البيئة العربية وفي نفس الوقت يعني انقسم المجتمع إلى طبقات طبقة السادة وطبقة الموالي وطبقة العبيد الأسرياء والفقراء الأقوياء والضعفاء الفرسان وغير الفرسان فكان المجتمع مجتمع طبقي وقبلي ومجتمع كما قلت يحتاج إلى تربية وتهيئة وتدريب وترويض لنزع تلك الأشياء التي جبلت عليها نفوسهم من قلوبهم شيئاً فشيئاً ولذا ظل الوحي يتنزل سلاسة وعشرين عاماً على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأمراض الفتاكة التي ابتلي بها العرب قديماً مرض شرب الخمر ربما كانوا يشربونها أكثر من الماء ويجلسون في منتدياتهم ومجالسهم يصب عليهم عبيدهم ذلك الخمر ويؤتى إليهم بالخمور المعتقة من بلاد الشام وغيرها أو من بلاد اليمن وكانت تصنع أيضاً هناك من حينما تنبز يعني حبات يعني العنب أو حبات الزرة كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بعض تلك الأشربة كما جاء في صحيح الإمام المسلم فقال أمسكر هو؟ قالوا نعم قال فهو حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ما أسكر يعني كثيره فقليله حرام ويفتم النبي صلى الله عليه وسلم النفوس عن شرب الخمر طيب لو نزل قول الله تعالى في بداية البعثة أحبتي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجئ تنبوه لعلكم تفلحون أكان أحد من العربي يعني يصغي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما البعض يقيناً البعض سيستمع لذلك النداء الرباني ويمتسل له لكن البعض الآخر سيستنكف ويرفض ويأبى أن ينصع لذلك الأمر لأنه أدمن أدمن فالأمر كان يحتاج إلى وده منهج قرآني يعلمنا إياه القرآن الكريم يعني القرآن يعلمنا ويعلم المربين والمعلمين والقياديين والمسؤولين والآباء والأمهات القرآن يعلمنا أحبتي يعني في العهد المكي نزل قول الله تعالى في سورة النح ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً من سمرات النخيل والأعناب وخلوا بالك هنا الخمر لم تحرم من سمرات النخيل والأعناب من التمر كان أيضاً يخمر ويتخذ منه ذلك الشراب المسكر تتخذون منه سكراً مسكر ورزقاً حسناً لم يقل القرآن الكريم رزقاً فقط سكراً ورزقاً لا ده سكراً ورزقاً حسناً فالحسن فين؟ الجمال أين؟ في الرزق الحسن طيب السوء فين؟ الضرر أين؟ وما الذي يقابل الحسن؟ القبح بمفهوم المخالفة القبح فالقبح في السكر والحسن والجمال في الرزق لكن لم يحرم القرآن خمراً ثم في بداية الهجرة نزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ترقى المنهج القرآني في تكرار أمر الاسم مرتين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما إذن المنفع الحقيقي أين؟ المصلحة أين؟ في الابتعاد عن الخمر والميسر في الابتعاد المصلحة والمنفعة طيب المضر والإسم هناك اسمه أين؟ في شرب الخمر لكن لم تحرم الخمر وده كان في سورة البقرة وسورة البقرة من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة واستمر نزولها من بعد الهجرة إلى نهاية حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم حيث نزلت آخر آية على الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهي الآية رقم مئتين واحد وثمانين من سورة البقرة ودي آخر آية على الراجح نزلت من القرآن الكريم ثم كان بعض الصحابة يشربون الخمر ويظل تأسير الخمر على عقولهم فإذا ما صلى أحدهم أخطأ في صلاته لدرجة أن أحدهم صلى وقرأ بسورة الكافرون فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بدل أن يقول لا أعبد ما تعبدون فخلط في تلك السورة خلط فيها فنزل قول الله يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ودي المرحلة الثالثة تدريجة في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون طيب نحن نصلي في كل يوم فرائض خمسة نصلي خمس فرائض في اليوم من الفجر إلى العشاء إذا أراد أحدهم أن يشربها بعد الظهر خشي على عقله أن يتأثر في صلاة العصر من العصر إلى المغرب خاف أن يظل أثر السكر إلى وقت المغرب بين المغرب والعشاء المسألة صعبة فكانت ربما تشرب في الصباح قليلاً وفي المساء بعد العشاء قليلاً لدرجة أن بعضهم قالوا اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافية فنزلت آية التحريم والحسم للمسألة بعد أن ترقت العقلية المسلمة والقلوب المسلمة وتهيأت النفوس لاستقبال الأمر الرباني نزل قول الله في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم لما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون فقال الصحابة انتهينا يا ربنا انتهينا وأراقوا الخمر وأخذ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الله تعالى قد حرم الخمر فأراقوا دنان الخمر أو عية الخمر في طرقاتهم وتفرق من كانوا قد اجتمعوا لشربها من كان في فمه جرع مجها وألقاها ومن كان لا زال أسر الإدمان عنده تخلص من ذلك الإدمان ومن ثم استقبل المجتمع المسلم الأمر الرباني استقبالا رائعا الصلاة في البداية كانت ركعتين الصبح وركعتين آخر النهار ثم بعد ذلك فرضت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة الزكاة كانت صدقة مفتوحة مطلقة تتصدق باليسير وبالكسير لكن ثم بعد ذلك جاء الأمر الرباني من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وجاء الأمر بإخراج الزكاة وفق الضوابط الشرعية المحددة للقدر الذي يستخرج من كل صنف من الأصناف التي تأخذ منها الزكاة بشروط الوجوب التي يعني هي معروفة أن يبلغ المال نصابا أن يحول عليه حول أو أن يبلغ نصابا عند حصعده فيما يتعلق بزكاة الحبوب ولا يشترط الحول في زكاة الركاز أي القنوز المدفونة يعني من زمن السابقين ويعسر عليها اللاحقون دي في الحقيقة من باب التأكيد لذلك الأمر يعني أيضا مما تحلت به الأحكام الشرعية أحبتي أنها تحلت بالمرونة والتيسير قد أشرت لشيء من ذلك فيما مضى لكن تحلت بالمرونة يعني حتى في مسألة تحريم الخمر في شيء من المرونة لما لأن رسالة الإسلامية هي رسالة الخاتمة التي ستختم بها كافة رسالات أحبتي ولذلك تحلت بشيء من المرونة والتيسير والتخفيف يعني أنا فرضت علي الصلاة وفرضت على كل عاقل كل عاقل بالغ مسلم بالغ عاقل وفيما يتعلق بالنساء الخلو من العزر الشرعي من حيض أو نفاس هنا وجبة الصلاة مادم العقل حاضرة ومادمت قد بلغت يعني بلغت سنا معينة بالبلوغ الإنزال للرجال والحيض بالنسبة للنساء كما هو معلوم طيب أنا مطالب بالصلاة ومن شروط صحة السلاة أو من أركان السلاة القيام مع القدرة من القيام ما دمت قادراً على القيام طيب إن كنت غير قادر صلي قاعداً أجلس على الكرسي كما أجلس أنا حد يعاني من آلام في مفاصله من آلام في ظهره من دوخة ودوار نهاجان وعدم قدرة على الركوع والسجود بالصفة المعروفة المعهودة التي قال لنا عنها صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي لا يصلي قاعداً طيب إن عجز فصلي على جم أو برأسك أجري يعني أركان الصلاة على قلبك بصلي بعينيك صلي فهذا نوع من أنواع المرونة إذا كان الإسلام قد حرم يعني محرمات من أطعمة وأشربة فإن تلك المحرمات يعني يجوز للمسلم أن يتعطاها بضوابط وشروط إذا ما كان مكرهاً مع قدرة المكره على تحقيق ما توعد به وعجز المكره عن الدفاع عن نفسه أو كان مشرفاً على هلاك لم يجد ماءاً وجد خمراً وكان في غاية العطش وبلغ العطش منه مبلغاً عظيماً ربما أشرف على هلاك أو خشي من هلاك يشرب خمراً يأكل ميتةً فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه ونقرأ في القرآن الكريم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها لكن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها في الآية ملحظ آخر ليس المعنى يعني التيسير على طول الخط لكن في معنى قول الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أي أن التكاليف الشرعية التي كلفنا بها في وسعنا في طاقتنا أي ما كلفنا الله تعالى إلا ما نطيق إلا ما تسعه طاقتنا عافيتنا دا معنى من ضمن المعاني الله تعالى قال في القرآن يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دا في القرآن الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج وهكذا دي مرونة في الحقيقة هذه مرونة يعني يقام الحد مثلا على من يعني وقع في جرم المعين كشرب خمر كقتل لكن هب أن الذي سيقام عليه الحد لديه عزر معين نرجي إقامة الحد حتى يزول ذلك العزر امرأة ترجع يعني أو ترجع إقامة الحد حتى تفطم ذلك الصغير كانت حاملا حتى تضع حملها وهكذا فهناك مرونة وتدرج في التشريعات الإسلامية التي تنزلت على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلابه عليه كما قلت من قبل أحبتي أن الذي كان يفتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى هو حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا ينطق إلا بالوحي إقرارا أو إمضاءا أو إلغاءا إقرارا أو إمضاءا أو إلغاءا يقر ذلك التصرف من الصحابة أو يرفض ذلك التصرف من الصحابة أو يوافق على ذلك التصرف من صحابته الكرام صلى الله عليه وآله وسلم لكن هل كان الصحابة ردوان الله تعالى عليهم يفتون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم إذا نأت بهم الديار وكانوا في سفر في سرية وكانوا بعيدين عن المدينة فكانوا يجتهدون حينما تنزل بهم نازلة لم يعرفوا حكمها فكانوا يعملون عقولهم في ذلك الأمر لكن لما لم يتوقفوا؟ ده سؤال في الحقيقة ولما لم يقولوا لن نصنع شيئا حتى نعود للمدينة لسؤال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لما لم يفعلوا ذلك الأمر؟ لأن نبي عليه الصلاة والسلام فتح لهم باب الاجتهاد فتح باب الاجتهاد هل الصحابة مشارعون؟ لا أبدا من قال ذلك؟ قول الصحابة ليس تشريعا إنما هو موقوف على إجازة الشرع انتبهوا لما أقول قول الصحابة ليس تشريعا إنما هو موقوف على إجازة المشرع بأدلة سنقولها والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح لهم باب إعمال العقل هل للإضافة للدين؟ لا أبدا وإنما لأن الإسلام هو الدين الخاتم ويقينا أن نوازل ستنزل أن أمورا مستجدة ستحدث آنضع أيدينا على خدودنا ونجلس قابعين ساكتين أمام معضلات وربما يظن البعض عجز الإسلامي عن حل المعضلات والمشكلات المستجدة علماء الأصول قديما رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلم أصول الفقه يعني القواعد التي عن طريقها عن طريقها نعرف الأحكام الشرعية دا علم ضابط لعلم الفقه دا علم فقالوا أن نصوص متناهية والأحداث غير متناهية بمعنى آيات الأحكام في القرآن الكريم عداها البعض خمسمائة آية من ستة ألاف وشوية خمسمائة آية آيات الأحكام أي الآيات التي فيها أحكام شرعية عداها البعض خمسمائة آية أزود البعض وقلل البعض بجانب السنة النبوية المطهرة لكن الأحداث ليست متناهية أشياء جديدة لم تكن ثم كانت لم يكن الأفيون ولا الحشيش ولا الكوكاين ولا الهروين ولا التدخين لم تكن تلك الأشياء موجودة بنوك اللبن بنوك المنويات لم تكن موجودة شطل الجنين حقن المجهري نقل الدم هذه أمور لم تكن موجودة كثير من المعاملات لم تكن موجودة ثم صارت موجودة طيب ماذا نصنع لابد أن نعمل عقولنا أن نلحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لعلة تجمع بينهما فعلة تحريم الخمر الإسكار يلحق بالخمر كل ما يؤثر على العقل كله نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وضع تحت المفتر كل المخدرات التي وجدت والتي ستوجد في المستقبل ضع كل المفتر فكما قلت الذي فتح باب الاتهاد للصحابة الكرام بل للأمة جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كما جاء في حديث معاز والذي سأشير إليه مفصلا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أكتفي بهذا القدر من هذا اللقاء وإن شاء الله نواصل المسيرة مع الفقهاء في لقاء قادم قريب بمشيئة الله تعالى إلى ذلك الحين أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيتي معكم على أمل اللقاء بكم سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته